ووصل سيف الدين إلى حلب وترك بها أخاه عز الدين في جمع من العسكر ولم يقم هو وعبر الفرات وسار إلى الموصل وهو لا يصدق أنه ينجو وقد ذكر العماد الكاتب الكلام لابن الأثير يقول يقول وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشامي في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين الف فارس بينما ابن الأثير كم قال قال جمع ستة آلاف قال فاجتمعت هذا ابن الأثير يقول فاجتمعت قرأنا هذا فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم ستة آلاف فارس هنا ابن الأثير أتى بكلام العماد في كتاب البرق الشامي العماد يقول في البرق الشامي أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين الف فارس يجيب ابن الأثير يقول ولم يكن كذلك لم يكن هذا العدد يقول إنما كان على التحقيق يزيد على ستة آلاف فارس أقل من خمسمائة يعني أقل من ستة آلاف وخمسمائة يقول ابن الأثير فإنني وقفت على جريدة العرض هذا السجل على الأوراق على الأسماء على التنظيم على التفصيل على سجل الأسماء يقول فإنني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر للمصاف أي ترتيب العسكر لمواضع الصفوف ميمنة وميسرة وقلبة وجاليشية أيضا نحتاج إلى أن نحن اللغة العربية ابتعدنا عنها ونحتاج إلى أن نرجع إلى قاموس المعاني فكيف بالمصطلعات الدخيلة على اللغة العربية نرجع إلى قاموس المعاني لا نجد هذه إنا لله وإنا عليه راجعون نضطر إلى بحث آخر وبحوث أخرى وعملية بحث متكررة وكثيرة حتى نصل إلى المعنى ماذا يقصد بالجاليشية الجاليشية هم عادة تستخدم في مقدمة الجيش هذا المقدمة أو طلائع الجيش أو رمات السهام أو الرمات يكونون في المقدمة إذن يقول أنا طلعت على ميمنة الجيش وعلى ميسرة الجيش وعلى قلب الجيش وعلى جاليشية الجيش وغير ذلك يقول الطلعة على هذه وغير ذلك وكان المتولي لذلك والكاتب له من الكاتب؟ يقول أخي وكان والكاتب له أخي مجد الدين مجد الدين أبا السعادات أبا السعادات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم رحمه الله الآن يقول إذن لماذا العماد ضاعف العدد من ستة آلاف إلى عشرين ألف لاحظوا التبت إذا كنا نأخذ التاريخ من هؤلاء إذا كنا نأخذ الحقاق من هؤلاء وأنتم أحكموا على ما حصل على أهل البيت سلام الله عليهم لماذا فعل هذا؟ الآن صلاح الدين الفاتح الناصر الملك محرر المقدسات لا يوجد من يختلف على هذا الأمر الكل تمجد بصلاح الدين القائد لكن مع هذا لم يرضى أصحاب التدليس لم يرضى أهل الغلو لم يرضى أهل الكذب لم يرضى من لا يمتلك الإنصاف والضمير والصدق والمصداق يحاول أن يمجد ويمجد الأشخاص وهو لا يحتاج أصلا إلى التمجيد يقول وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه يعني هذا الكاتب العماد صاحب كتاب البرق الشامي يقول هذا لماذا ضاعف العدد وكثر العدد قال أن يريد أن يعظم من أمر صلاح الدين من أمر صاحبه أي أمر صلاح الدين بأنه ويقول بأنه صلاح الدين نحن قلنا انتصر عليهم وهزمهم لكن يريد أن يقول أنه صلاح الدين انتصر على عشرين ألف وليس على ستة آلاف وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفا يعني عند هذا العماد تفرق عندما يقول هزم ستة آلاف بستة آلاف تفرق عما يقول هزم عشرين ألفا بستة آلاف هذا هو القصد يريد أن يعظم من شأن من شأن صلاح الدين من شأن صاحبه والحق أحق أي التباع ابن الأثير يقول للعماد الحق أحق أي التباع هذا العماد هذا ليس من التيمية ليس من الدواعش الفكرية ليس من المدلسين الأصليين التيميين لا هذا من غيرهم هذا من أصحاب صلاح الدين من الشافعية من الصوفية وفعله ودلسه بهذا وبخه ابن الأثير وقال الحق أحق أي التباع فكيف إذن حال التيمية وتدليس التيمية وكذب التيمية ساعد الله أهل البيت على ما حصل عليهم يقول ثم يا ليت الشعري كم هي لاحظ يؤكد هذا الكلام يقول يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها كم هي الموصل والأقضية النواحي المدن المرتبطة بها كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس أقول هنا القائد صلاح الدين انتصر في المعركة وأوقع في أعدائه وقادتهم شر هزيمة لكن مع هذا لم يكتفي العماد بذلك بل التجأ للتدليس بل التجأ للتدليس من أجل زيادة تمجيد لصاحبه صلاح الدين ومن هنا تصوروا مقدار وحجم وعظم التدليس والكذب والافتراء الذي فعله ابن تيمية وإمته النواصب ضد أهل البيت وضد أهل البيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس من أجل شرعنا الجرائم وقبائح وفساد أئمتهم المارقة الذين نزوا نزو القرد على مناب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان هلاك الأمة بأيديهم وعلى أيديهم فرحمك الله وجزاك الله خيرا يا ابن الأثير يا ابن الأثير وأنت تكشف حادثة واقعية ترشد كل عاقل منصف إلى حقيقة وخطورة المنهج التدليسي التيمي الذي ابتعد عن الحقيقة والواقع وصار يحسن صور الأشخاص ويمجدهم ويرفعهم إلى منازل الأنبياء والآلهة ترجمة نانسي قنقر